الجزئية الثالثة وأنا بتكلم على طاقم تحكيم مباراة الأهل والزمالك واللي تم الإعلان عنهم بالأمس من قبل اتحاد القرى المباراة هي ديرها طاقم تحكيم بولندي حكم ساحة اتنين مساعدين حكم رابع وحكم تقنية فيديو ومساعدة حكم فيديو الطاقم كله من بولندا المباراة هي ديرها سيمون مارسينياك ده الحكم الساحة اللي هيدير هذه المباراة الحكم ده على فكرة يعني حكم مصنف حكم في كاس العالم 2018 اللي كانت في الفترة السنوات السابقة وهيدير أو مرشح أو تم اختياره لكاس العالم عشرين اتنين وعشرين في قطر على فكرة يمكن أدار مباراتين في نهاية كاس الملك في السعودية خلال السنوات الأخيرة من الحكم اللي كانت عملت بروباجندة شوية في مباراة قطر والجزائر في نصف نهاية كاس فيفا للعرب اللي حسب فيها حوالي عشرين دقيقة يعني وقت بضل ضايع كان فيه توقف كتير بسبب الفار والحكم ده يدى عشرين دقيقة وقت بضل ضايع على فكرة الرجل ده حكم نهاية السوبر الأوروب ما بين الريال وأتليتكو مدريد واللي كان في الفين وطمانتاشر حكم مباراة الريال وتوتنهام في الفين وسبعتاشر حكم مباراة إيطاليا وإنجلترا قلتلكم أنه حكم نهاية كاس بولندا كمان ثلاث مرات سابقة كاس الملك في السعودية الهلال والناصر عشرين عشرين والفايصال والتعاون عشرين واحد وعشرين أدار هذه المباريات كان مباراة النهائي دور الأبطال ألفين وستاشر أدار مباراة بين بورتو وروما وكان حكم في كاس العالم ألفين وطمانتاشر في فرنسا وموجود كمان في قطر عشرين اتنين وعشرين النقطة بس السلبية اللي أنا شفتها ودي ما حدش تكلم عليها خالص ومعتقدش ممكن يكون لها تأثير على المباراة لأن المباراة يعني زي دي ات أهم حاجة في التحكيم حكم الساحة وآداء الاتنين المساعدين والحكم الرئيسي الموجود على تقنية الفيديو لكن لو بنستعرض مثلا أسماء الأربع حكام لو جات معاكم على الشاشة تانية معلش؟ حكم الساحة حكم دولي حكم الساحة اللي هو سيمون مارسينياك ده حكم دولي من 2011 يعني بقاله 11 سنة في القيمة الدولية طيب الاتنين المساعدين كمان توماس وباول الاتنين المساعدين حكام دوليين وراحين كاس عالم أيضا توماس دولي من 2011 وباول دولي من 2010 طيب نروح للحكم الرابع اللي هو لوكاس ده مش موجود في القيمة الدولية لوكاس الحكم الرابع البولندي مش موجود في القيمة الدولية خالص قدامكم هي القيمة الدولية وده قيمة معتمدة من الاتحاد الدولي فيفا لعام 2022 الحكم الرابع مش موجود في القيمة الدولية نهائي طيب نروح لحكم تقنية الفيديو توماس موسيات هو حكم دولي موجود في تقنية الفيديو معتمد من 2022 معتمد السنة دي حكم تقنية فيديو ومرشح بالتأكيد لأي مباراة دولية من الفيفا أو لويفا أنه يكون موجود في تقنية الفيديو. لكن المساعد اللي معاه سيباستيان جارز بيك. ده مش موجود في القائمة الدولية نهائي. يعني الحكم الرابع وحكم مساعد الفيديو مش موجودين في القائمة الدولية. وبالتالي هم مش حكام دوليين. مدى تأثيرها على المباراة؟ يعني تأثير ضعيف جدا لأن الأهم هو حكم الساحة والمساعدين وحكم تقنية الفيديو.